أول مرة تلعبي السكة دي أنت جريئة يا وفاق بحبي الجرأة بحبي تغمرين أنا بلاقي أنت في السنوات الأخيرة ما هو الفنان أصله عجينة من المغامرة فحاسة أنت لأ فرصة أعمل أنا عايزة أعمل ده ما عملتوش قبل كده ما كنتش بتخافي كنت أحيانا بتحصل لي حاجات عكوسات فضيعة جدا في المسانسل ده بالزيت لأنهم كانوا كاتبين شوية تلاصم على الحيطة وطلب مني أن أنا ما أرهاش ومن باب الفضول قريتها فكان كنت تقولش لا أنا كنت تقولش هي كيفي على وش يعني يجبوني من على الأرض فايقة مش يغم علي معرفش هو اللي كتبهم كان متخصص يبدو زيادة عن اللزوم فأنا حتى كل ما بتفرج على الحكاية ده أنت خايفة وأنت قادة بتتفرجي بعد ما عملت أنا ساعة مش عارفة أنا عملت كده زي لما بفتكر المشهد وانت بقى لوحدك يعني عملت ده كنت بتحسي بإيه حتى أنت أنا ببقى أنت متغيرة كمان هنا فيها خوف ورعب وماكياج طيب طلعتي من ده راجعيني هوا بقى يعني وكان عندك لتنين يعني أنا هقولك على حاجة مكالمة محمد سلامة محمد سلامة المخرج يعني من الناس اللي هم يعني بيتشعبط في أي حاجة توديه سكة نجاح مخرج شاطر وصبور على الممثل لحد ما يوصله اللي هو عاوزه أذكر مرة من المرات قاعد يتكلم معي ساعة التليفون قطع كلمني بعدها ساعة علشان تبقى موجودة في العمل حبيته حبيت الشغل معي من قبل ما اشتغل إيه اللي بيميزه بالنسبالك أنت كوفاق عمر هو 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 مخرج شاطر والصورة عنده حلوة قوي قوي بيقرأ إبداعي عارفة يعني بيقرأ الإبداع مش أنا بس عارفه أنت جواكي إيه ويقدر إزاي يحطه في البرواز ويوصله لك عشان يوديكي في السكة الصحة مميزة